كان من المفترض أن تتحول علب الدخاني من هذه إلى هذه توضع عليها تحذيرات خطية عن مخاطر التدخين ابتداء من الشهر المقبل غير أن وزارة المالية أرجأت موعد صدور النص التحذيري إلى أذار وذلك بسبب خطأ في المرسوم التطبيقي حسب ما قالت طلبت الـ LBCI من الوزارة تفسيراً لهذا الخطأ لكنها لم تستجب ينص القانون 174 لمنع التدخين على أن التحذيرات يفترض أن تغطي 40% من إجمال العلبة كان فيه لغط بتفسير القانون بمرحلة ما بين وزارة المالية وإدارة الريجي ووزارة الصحة والبرنامج الوطني هالـ 40% كيف رح تكون حديث عن لغط لم يتمكن المعنيون من تفسيره بوضوح وتصف الدكتورة ريمان أاش عضو الحملة المدنية لمراقبة تطبيق القانون 174 سبب التأخير بالمراوغة فالمرسوم صدر منذ سنة وكان هناك وقت كاف لتعديله وتقول أن التحذيرات هذه جزء لا يتجزأ من حملة الحد من التدخين بتشكل نوع من الحملة المجنية حملة تثقفية مجنية والدراسات أرجت تقييمي أنه في تأثير قوي على المدخنين وغير المدخنين وأكثر شي مع الشباب وقتا يشوفوا شو هن الأمراض اللي عم بقدة إلى التدخين يقول سنان أن وزارة الصحة ضد التأخير غير أنها اضطرت للاستجابة إلى طلب إدارة الرجي إدارة الرجي طلبت أنه فترة من شين ينسحب كل الدخان اللي بسوء اللي عليه واللي موجود ستوك بقلب البلد ما عليه تحذيرات صحية تعدونا أنه كل العلاب اللي عم تنتج جديد عليها التحذيرات والسؤال هنا كيف بدأت الرجي بتصنيع العلاب الجديدة إذا هناك خطأ في تفسير توزيع الأربعين في المئة وكيف تسمح كل من وزارة الصحة والمالية للرجي بصرف مخزونها وذلك على حساب صحة المواطن ترجمة نانسي قنقر